وزير التعليم العالي بيقول لا يوجد بالعالم مجاني التعليم وعلى الطالب تحمل نتائج أعماله كلام كبير جدا وزير التعليم العالي بيقول الطالب اللي هيسقط في الجامعة في أي سنة هيدينا فلوس هيدفع فلوس من جيبه بيقول إيه بقى كليات الطب اللي هيسقط فيها يدفع من 6 إلى 12 ألف جنيه من 6000 إلى 12 ألف جنيه كليات الهندسة والحسابات والمعلومات والزكاة الاصطناعة والسيدلة والعلاج الطبيعي اللي هيسقط في أي سنة هيدفع من 5000 إلى 10 ألف جنيه كليات الطب البطري والزراعة والعلوم والتمريد يدفع من 4000 إلى 8000 جنيه بقية الكليات يدفع من 3000 إلى 6000 جنيه هقول حاجة بسيطة وهيبقى أرجوك شاركيني الرأيان أولا يا سيادة وزير التعليم العالي هو حضرتك بس اللي هيدفع مش الطالب حضرتك بس الحتة دي بس نأكد علينا هو اللي هيدفع أبو الطالب اللي هيدفع أبو الطالب اللي هو ممكن يكون في الآخر راجل فقير وغلبان لو الوقت جاء اللي هو نسقته وعايز 10 ألف جنيه هيقول لها حبيبي كمل سقوط وبلهت عليه أولية الأمر اللي هي الأم لو الظروف خلت الأم هي اللي بتصرف عليه وبتشتغل عشان تجيب ياده بتعلمهم وبعدين معلش أنا برضو شفت الخبر ده بالضبط فكرني بمبدأ العصاية بقى الأب والأم اللي يمسكوا العصاية عشان يضربوا الولد زاكر زاكر ولو ما نجحتش هتترنى علقة وهتتحبس يعني أكيد دي عمرها ما كانت طريقة تخلي الطالب يكتهد ولا ينجح ولا حتى يبقى حبيب اللي هو بيعمل فعني مش عارفة يعني أنا يعني لما أنا بسقط وبضيع سنة من عمر هذا مش عقاب لي مش كل السقوط إهمال مش كل السقوط إهمال